المأمورية العظمى هي تكليف مع حضوره بينتهي بهذه المأمورية بقول وها أنا معكم كل الأيام وإلى انقضاء الدهر ملوك هذا العالم بيبعثوا المرسلين تابعون الجيوش تابعون السفراء تابعون بقول لهم اذهبوا للعالم أجمع وها أنا أنتظركم وها أنا هنا تصلوا فيه إذا ويريت تصلوا فيه تصلوا بوزير الخارجي وبعدين ما بعرف يمكن تصلوا في شي ملك راح مع كل سفير بعته مع كل جندي بعته مع كل مبعوث بعته ما فيه اذهبوا كيف بد يروح تركني يا رب وروح لا لا ما تخاف أنا رايح معك وأنا ماشي معك بلك يا رب اجتزت في المياه الكثيرة بشعي المياه الكثيرة قولوا معي شو لا تغمرك طب بلك اجتزت في النار لا تحرقك لأني أنا الرب إلهك السائر معك القائل لك لا تخف أنا معينك إذا يكون الإنسان المؤمن نظره أصير إذا عاش بخوف في هذا العالم قال أما خوفهم فلا تخافوه إن عشنا فللرب نعيش وإن موتنا فللرب نموت سمعوا لقالكم شي أنا مني مغشوش وما بريد أني غشكن ما عم يقالكم القاتي حلو والقاتي أبيض والقاتي سهل لا لا ربما القاتي فظيع وربما القاتي بشع ومش ربما أكيد لإضطهاد قاتي لكن حيكون معنا ها أنا معكم كل الأيام ها أنا معكم شخصيا العالم شو بدي أقول حكمة البشر ما حدا يخسركم الجعالة المكافأة راغبا في التواضع وعبادة قولوا معي شو الملائكة نحنا ما فينا نوصل عند الملك دغري بأننا نروح عند البواب لعند الوزير يعملنا واسطة نحنا ما فينا نروح عند الرئيس دغري طيب لايك إذا الملك بيك إذا الملك بيك بايك تحكي معي بايك تقول له لبيك أنا بحب أحكي معك بابا بس أنا مش قادر أوصللك رح pois Source لعند البواب بعدين بيحكي مع الوزير بعدين بتوسطلك ليس بلقك يا ابني شو أصدك فيه شي بري picture أنت ابني ما هو قال لك أنا معكم كل الأيام مش بس معك بل يسكن فيك بالروح القدس إذا بتقدر تحكي مع ملك الملوك وعلى الأكيد رح يسمعك وهو معك بتروح جارة توصل عند ناس لا رح تسمعك ولا هي معك ولا بتعرف شيء عنك ولا بتعرف عن أصلك ولا عن فصلك أنا معكم ليس من خلال وسطاء بل شخصيا